السلام عليكم هذا المشروع شنو بمتغيرات اثنين بكائن واحد هذا الكائن ينطيني مسيج يقول لي هذا المشروع هو عبارة عن ضرب او جدوى الضرب لرقم معين هذا الرقم منه يدخل اليوزر فاني راح اضغط على هاي المسج يقول لي انه انت هنا يقول اي رقم اي رقم انت تكتب لي انا راح اسوي جدوى الضرب للعشرة يعني راح ابدي اضربها من الواحد للعشرة وطلع لك النوافج فمثلا مثلا انا لو ضربت خمسة وخمسين هذا الرقم جدا كبير شوفوا ايش لور راح يكون راح يضرب لخمسة وخمسين في واحد تساوي خمسة وخمسين خمسة وخمسين في اثنين هاي جدا مهمة انتبهولها انه شلون هو دا يعرض هذي التفاصيل تمام الى ان رقم عشرة نشوف انه هنا انا هذا النام ياخذ الرقم اللي يدخل اليوزر وهذا الكاونت يبدي يعدلي من واحد الى عشرة ظاهر عندي هنا وبس احب احب انوه عن نقطة كاتبها انا لكم لكن احب انو تسمعونها بالبرمجة اذا لقيت مشروعك ما يسهل عليك الامور فانت تتحل غلط او ماشي بالاتجاه الغلط واذا لقيت مشروعك باكوات يعني هاي البلوك شهواي صارت كل شهواي والحد هسه هو ما ما نقدم النتيجة المطلوبة فانت تتحل غلط ليش لان وجدت البرمجة لتسهيل حياة البشر او تقليل الوقت المستهلك لحل مشكلة ما للبشر اهنان احنا حتى نقدر او حتى نبدي او حتى ننجح في هذا المساعر البرمجي في كل تفاصيله نلازم نتعلم نكتب المشروع مالتنا بخطوات يعني شلون بخطوات البرمجة اول اول الكود اللي هو ما يفهم هو يعتمد على ما انا اطلبه من عنده فاني هنا حتى اصمم برنامج بالاول لازم احدد الخطوات راح امشي عليها يعني مثلا انه انا لازم ابدي بفلاك او لا انا مشروعي لازم يبدي مثلا بسبيس او مشروعي يبدي من اضغط على الكارب يعني احنا حددنا نقطة البداية من بعدها اجي شنو الخطوة الاولى اللي انا احتاج اسويها من اضغط على فلاق او اضغط على هذا الكارب اذا كملت شنو الخطوة اللي ناتجة من عندها او الخطوة اللي تيجي بعدها فاذا تشوفون انه انا هنا امشي على خطوات خطوة الاولى تتكمل انتقل للخطوة الثانية تكمل انتقل للخطوة الثالثة الى ان ينتهي برنامجي بالخطوة الاخيرة اذا قدرنا نسوي برنامجنا بهالصورة هاي مباشرة اول شي راح نحله بوقت اقصر راح نعرف شنو نحتاج نستخدم من البلوكس وراح نلقى الخطأ بياه خطوة من عدد فاحنا انا احنا بالخو يعني خلينا نقول بالمجتمع هذا ما للتكنولوجيا او المختص بالحاسبات احنا نسميها الخوارزميات او الالغوريثم فان هنا عندنا بال بالقناة مالتنا عندنا فيديو رقم 15 اسمه اهمية تسلسل الخطوات حتى لا ياخذ وقت واكو فيديو اثاني هو الورق اللي بعد مباشرة الفيديو رقم 16 واللي هو اسمه نظرة عامة عن مفهوم الخارج اتمنى منكم اليوم بعد ما نخلص هاي الساشن اذا صار عندكم وقت اه اتشوفوها راح اتركوا الانشات حتى مباشرة توصلون اتشوفون هذن الفيديوهات وتحاولون اتطبقوهن في كل برنامج انتو تقومون بي تمام هذا المشروع اللي كان مطلوب من عجب راح انفذه ونشوف بشاشة التنفيذ انت هنا حتى تكون مبرمج ناجح لما يجيك فيديو او مثلا بس تنفيذ لازم انت تنتبه لكل الخطوات او كل الاشياء اللي تظهر ليش حتى انت من تصمم يكون الموضوع سهل وانت كاتب كل الملاحظات فسأني هذا المشروع هذا النسخة مالتي اللي انا نسويها حتى بعدين نعرض مال المشاريع اللي يعني خلنا نقول المقدمة من عجب فمثلا انا هنا اول ما جاء ضغطت على فلاك اذا نقطة البداية بهذا المشروع هو فلاك تمام من بعدها ظهرت لي ميسج هذا الميسج من ظهر ظهر وياه بالاسفل خلنا نقول حقل او تيكست بوكس ما النص يطلب من عندي اكتب شي بس حتى آني هنا اعرف شنو اكتب لازم اقرأ المسج فهو يقول لي ادخل انتر نومبر تو سي يعني ادخل رقم معين حتى تشوف عملية الضروب للعشرة من واحد للعشرة اذا آني هنا مطلوب من عندي بهذا الصندوق البيضة وهذا المساحة البيضة مطلوب من عندي ادخل رقم وليكن الرقم اللي راح ادخله رقم ثلاثة اضغط على انتر حتى اشوف شنو البرنامج يكمل زين من ضغطت على انتر هنا اذا تشوفون فوق اللي اسمه نام صار رقم ثلاثة والمتغير اللي جوا اللي اسمه كاونت بدأ يعد تمام وهنا الكائن مالتي بدأ يظهر لمسج بها ثلاثة في رقم دائما يتغير يعني الثلاثة رقم ثابت وهنا الرقم يتغير وهنا ينطيني ناتج الضرو تمام وهو يوصل للحد العشرة وينتي زين هذا التنفيذ نجي ندخل ونشوف الكود بالحقيقة هو هذا الكود بس هذا هذا كان الكود مالي المشروع وكل الأشياء اللي موجودة بي احنا ما اخذيها تمام زين نقطة مهمة ثانية او نصيحة لكم منتجة برمج اي مشروع انت بالبداية تسوي الكود الاساسي المطلوب من عندك وبعديا تضيف التحسينات يعني مثلا انا هنا نجضفت كتحسين الى هو بس هذا الكود مالتنا فتشوفون وحدة ثنين 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 أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية واذا حسبنا هذي تسعة عشرة هداعش اثناعش اثناعش قطعة برمجية مستخدمين بهذا الكود فقط قاني هنا انا ضفت عليها تحسين شنو التحسين اللي ضفته يعني حسنت من أداءه اجيئت بعد هاي الريبيت هسا هرح نشرح حقلها لكم وضفت اسك يطلب من عندي مسج هذا المسج ياخذها متغير يشوف هنا هو شي يسأني يقول لي اذا تريد تجرب مرة ثانية اكتب يس او نو اذا انت تريد تجرب انطي يس فهو راح يعيد عليك هذا الجزء واذا قلت لنو لا راح يوقف العملية كل هذا كان الكود ببساط هسا راح تبلش نصممه حتى ننتقل للاكواد ما الاولاد اللي سووها اني يعني جدا مهتم تشوفوه الكود ما يوسف سلام الكود ما المؤمن وريمانس الهنا تمام واضحة مفهوم الفكرة ايوان شكرا شكرا هسا انا راح اختار شخصية اي شخصية فخل نختار هذا تمام هنا زين هسا نجي نصمم بالبداية على مدن نفهم كل نقطة شنو احتاج احنا شنو مشروعنا مشروعنا عبارة عن انو انا ادخل رقم لليوزر وهو يكتب هذا الرقم وهذا الرقم بعد ما يعني يدخل اليوزر يضرب لي يسوي لجدول الضرب من الوق بالبداية عدنا فلاك نقطة البداية زين اهنان انا قلت اطلب من اليوزر او اطلب من المستخدم يدخل رقم اذا انا بمعنى شنو اطلب بمعنى ده اسأل زين نجي اسك وين القى الاسك انا اوكي يوسف سلام بسم الله الرحمن الرحيم اي اوكي اللي لونها قل لي لونها انا انتقلك قل لي لونها لونها خيل هاي اسمها هاي المجموعة شكرا هاي المجموعة اسمها سنسنج يعني شنو يعني التحسس بمعنى شنو انه هو يطلب او يطلب من عنده يسأله وينتظر يشوفه هو جواه وفلاق يعني هسا انا اذا اجيت واستخدمت هاي الاسك ونضغط على فلاق هذا رح يظل ظاهر ليش لان شوفون هنا صار عليها اطار انه هو منتظر من عندي الا انا اجاو شرط انه انا اجاو حتى ينتهي يعني هسا ذا كتابت اي حرف خلص انتهى من اضغط على فلاق رح يظل منتظر مني الاجابة زين السؤال الثاني الاجابة انا اتخلتها هنا اللي هي كتابت رقم اربعة او اي رقم وين ألقاها وين توصني انا يوسف حسن احسنت رح نلقاها بالانصر اذا كل اسك لازم يكون وياها انصر ليش لانو انا بديت هذا البرنامج بده خلني نسميه نقول تفاعلي بده يتفاعل ويا المستخدم شون يعني يعني انا اطلب انا اسأله وهو يجاوب انا سألته وين ظهر للسؤال ظهر للسؤال هنا بس هو من يجاوب وين رح يكون جواب رح يكون جواب بالانصر اذا كل كل اسك استخدمها لازم استخدم وياها انصر كل اسك لو كان برنامجك يستخدم مية اسك لازم يكون عندك مية انصر واضحة جاية احسنتم زين هنا انا 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 طلبت طلبت من عند رقم خل نكتب مثلا انا كتبت هاي المسج ممكن انت برنامجك يختلف تمام فتغير هاي المسج فسالما نضغط على نضغط على فلايج ظهرت هاي المسج وانتظر من عندي او انا انتظر من عندي يدخلي رقم زين قلنا كل اسك تحتاج انسر فمثلا انا خلي خلي التك هنا حتى يبين بس انا اوكي قريت المسج قد يقول يدخلي رقم معين وراح اظهر لك نتيجة الضرب من الواحد لعش الرقم سبعة زين تشوفون هنا هو ظهر عندي رقم سبعة خلي نستخدم هاي اسك تشوفون هنا بالانسر ظهر عندي رقم سبعة اوكي زين اذا انا لحد الان سألت وانطاني الجواب نيجي هي شنو العملية المطلوب من عندي اقوم بيها يلا يا مؤمن مالتبليكيش احسنت يا مؤمن اه اذا انا العملية الاساسية مالت هي ضرب زين مالتبليكيش يوسف العدوي منين اجيب عملية الضرب من من الوبراتور احسنت من الوبراتور اروح اجيب جدول الضرب زين هنا صار عندي الانسر صح الفراغ الفراغ الثاني شنو اخلي بي يلا يا يوسف العدو اليك هنا شنو اخلي بي انا اقول لها انطيق جدول للضرب نكتب الرقم جيد احسنت هنا انا انا راح احتاج اكتب لها سبعة بواحد جيد زين زينان بالمسج هنا بالرسالة هاي كتبت انت ادخلي رقم واني راح انطيق جدول الضرب من الواحد للعشرة يعني معناتها انا لازم يكون عندي خل اسو هاي معناها انا لازم يكون عندي بطريقة هاي المفروض يكون عندنا جوين اوكي المفروض يكون عندنا جوين بس بعدنا ما واصلي بس اريد اريد اوضح لكم شون نسوي البرنامج تمام زين احنان آني خمسة سوري احنان ستة سبا اشمانية تسعة عشرة زين خلي اصغر هن شوية حتى اتبين الفكرة مالا زين انا قلت لا راح اراويق جدول الضروب او راح اقوم بعملية الضروب من الواحد للعشرة زين يعني معناتها شنو معناتها انه انا لازم اكرر هاي العملية عشر مرات مثل لو المس عندنا بالرياضيات تطلب من نقوم بجدول الضروب مثلا جدول الضروب للرقم خمسة من الواحد للعشرة او رقم ستة من الواحد للعشرة زين انا لازم حتى اثبت للمستخدم مالتي اهنان قلنا اطلبت من اليوزر يدخل لمتغير او يدخل لرقم والرقم صار بالانسر وقلت لاني انت بس تنطيني رقم واحد انا راح اضرب لك هذا الرقم من الواحد للعشرة معناتها انه انا احتاج هذا الرقم اللي يدخل اليوزر بمعنى انه راح سوه سبعة في واحد سبعة في اثنية سبعة في ثلاثة سبعة في اربعة سبعة في خمسة سبعة في ستة سبعة في ثمانية اهنان فكرة المشروع انه هو المستخدم ينطيني رقم واني هذا الرقم يعني راح اشوفه او راح اظهر له نتيجة ضرب هذا الرقم من الواحد للعشرة فاجيت هنا العملية الرياضية اللي انا اقوم بها هي الملتوبلكيشن اللي هي الضرب زين شنو الضرب الضرب الرقم اللي ينطيني ياليوزر اللي هو هنا سبعة واني اقوم بضربة من الواحد للعشرة سبعة في واحد سبعة في اثنين سبعة في ثلاثة سبعة في اربعة الى سبعة في عشرة وكل هاي امطي النتاج زين اهنان انا اش دا اسوي انا اهنان دا اقوم بهاي العملية نفسها عشر مرات يعني انا دا اكرر هذا الكود عشر مرات زين هل هذا صحيح بالبرمجة ام لا غالا جيد شكرا يا يوسف زين زين اهنان هذا الشي بالبرمجة من خلي ننتبه على نقطة انه انا من اشوف عندي نفس الخطوة او نفس الكود يتكرر اكثر من مرة هنا لاني بالبرمجة عندي حلول بديلة او عندي اشياء تساعدني بهذا الحل يعني مثلا لو كان انا طالب عشرين مرة فاني احتاج اكتب عشرين مرة لا البرمجة بعدها طرق اسهل او عدنا بالبرمجة طرق اسهل زين زين اني هذ السبعة مودة تتكرر نفسها زين اني ليش ما اخلي متغير المتغير شنو فاعلته خل اوضح لكم اياه او احد يقدر يقول شنو نستفاد من المتغير انا مست اوكي يوسف شنو بياش يفيدنا المتغير المتغير يفيدنا لما نكتب الرقم اللي هي الاجابة اللي احنا هنحطها فيضرب الرقم اللي احنا حطنا اللي هنضربها فيها جيد احسن 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 يعني مثلا ممكن نعمل بيسكور تايمر او او ممكن نعمل في الملتفلكيشن اللي احنا نخلي ممكن مثلا ما نخليش الفيراب والبان وبعديها نخلي الفيراب عدد العدد الارقام ونخلي ونحطها في جيد جيد زياد يوسف سلام شو تقول المتغير بيش يفيدنا او شون ينفعنا وصعب ما بينفعش وصعب بينفع لو بي لما بينفع مثلا نعمل العالي بيشي زي كده بينفع كطايمر وفي ممكن نخليه هو اللي بيكتب الإجابات جيد أحسنت بعد يوسف العدو عندك إجابة أيها أوكي نسمع إحنا دلوقتي ممكن في النم يعني هو لما يكتب بتاعه تتوين يعدي في اللي هي شبه اللي هم هيضرب في يعني شبه سبعة في واحد الواحد والاثنين والثلاثة دولار ممكن يتفيدنا فيه جيد أحسنت زين مريم شنو تقولين بيش ينفعنا المتغير المتغير يا باش مهندس هو إن مثلا لو إحنا حطينا المتغير عايزينه لو مثلا عايزين الكائن يصطقط حاجة يبا كده زمن المتغير يعدل اللي هو بيصطط جيد أيضا إجابة صحيحة حسان حسان محمد شنو ينفعنا المتغير إحنا نستخدم المتغير يعني زي النبع نخليه هو الأنصر والكون تخليه كل شوية يجيد واحد طبع فعلشان كده لما تجيب النبع صار ضرب واحد ضرب اثنين ضرب ثلاثة ضرب اربعة جيد خنشوف آخر إجابة من مؤمن مؤمن شو تقول بيش ينفعنا المتغير ممكن نعمل 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 تتشينج كاوند بيون وهو يغير الوحد جيد رماس صح رماس ولا مؤمن شكرا شكرا رماس زياد رماس جيد شكرا أنا معاه أنا معاني ناس أعرف أنتو تيم أعرف طي هسا انتبهوا شكرا لإجاباتكم حسان هنا أنا طلبة يدخل رقم سبعة وخلي نفرض أني ما عندي أنسر وما عندي متغير وأحتاج أسوي جدول ضرب من الخمسة زين الحد الخمسة زين أفرض أني كتبت رقم ثلاث ثلاث هنا شنو أحتاج بهاي أول خمسة أرفع شنو أحتاج أغير يوسف سلام شنو أحتاج أغير السؤال هو أفرض أني أنا ما عندي عملية ضرب ما عندي أنسر وما عندي متغير وكل الأشياء لازم أني أكتبها بإيدي فمثلا بالبداية طلبت رقم سبعة وكتبت بإيدي هنا رقم سبعة في واحد سبعة في ثين سبعة في ثلاث سبعة في أربعة سبعة في خمسة أجي مثلا مؤمن وقال لا أنا ما أريد ضرب السبعة أنا أريد رقم أربعة خلق أريد أشوف عملية الضرب للرقم أربعة فهنانا أنا شنو محتاج أغير حلمود أطلع ناتج ضرب أربعة في واحد أربعة في ثلاثة هذا سؤالي خلق نشوف ياسين ياسين حسني عندك جواب أوكي حبيبي شو تقول أحسنت أحسنت فياسين هنا أنا اشقال قال أنه أنا أخلي أربعة في واحد أربعة في ثنين أربعة في ثلاثة أربعة أربعة في خمسة في كل مرة يطلب من عند اليوزر رقم خلي يكون هنا أنا مثلا تسعة فأني أحتاج دائما أجي أغير هذا شنو لو أنا عملت هذا الشي بدون برمجة زين بالبرمجة قالوا قالوا إحنا أحسن هذا التعب وهاي العملية اللي تتكرر كل ساعة أنا أستخدم متغير إحنا أنا بمكان ما أظل أكرر كل رقم أكتبة أنا أضل أكرر إذن جيت استخدمت المتغير إذن فائدة المتغير إنه أنا أنطي قيمة إشقد ما أنا مستخدمها بداخل برنامجي عشرة مية ألف أنا أحتاج أغير مرة وحدة فقط وهو وين ما مذكور هذا المتغير داخل البرنامج راح يأخذ هذه القيمة الجديدة فمثلا هسا إحنا عدنا أربعة لو إجيت وغيرت وكتبت مية هو راح يغير المية في كل وين ما موجود فهنا راح يغيرها عشر مرات فمية في واحد مية في اثنية مية في أربعة مية في سبعة مية في عشرة ألف لهنا حلو فهمنا إنه الأنسر متغير هو ياخذ قيمة وهو المتغير يساعدني إنه أنا ما أكرر الشي اللي أريده فقط أكتبه مرة واحدة زين هنا أنا عندنا سؤال أنا عندي عملية الضرب من الواحد للعشرة معقولة أظل أكتب عشر مرات لو أكو حل ثاني اللي عنده جواب يرفع فمؤمن قال استخدم repeat فإحنا عدنا من control عدنا هذه الحلقات التكرارية هاي شنو فائدتها هذه الحلقات التكرارية مثل ما شرحناها سابقا هي فائدتها تكرر لمجموعة من الكوات لعدد من المرات حسب ما يناسب برنامجي فإذا استخدمت repeat فهنا لعدد من المرات إذا استخدمت forever فهي إلى ما لا نهاية من المرات يعني ما يوقف برنامج نهاية ما يتوقف وإذا استخدمت repeat فهنا أنا أنا أحتاج يكون عندي شرط حتى إنه إذا أتحقق الشرط نفذ ما بداخل هذه الحلقة التكرارية فأني اللي يناسب مشروعي هذا اللي هي repeat زيان ومن الواحد لعشرة إذن أنا أحتاج أكرر عملية الضرب عشر مرات إذن أكتب هنا الرقم عشرة لو طلب من عندي عشرين مرة أكتب هنا عشرين مرة زيان هسا هاي repeat والتنا صارت هنا شلون أجي أخلي هذه العملية بداخل ها السؤال هنا حتى يكون واضح شلون أخلي عملية تضرب بداخل ال repeat شنو اللي أتحاج يلا يا يوسف يوسف العدو يلا جاء ممكن نخط C في كل واحدة فلما ندخلها فهتدخل أوكي نخلي نخلي C جيد نخلي C صح زين ممكن أجاوب يا مستر أوكي خلا نشوف C وبعدها نجاوب شنو اللي نحتاج حتى نفهم واحدة واحدة بالتفصيل جاء ثاني هنا وخلي وحدة لهنا هذا كلام يوسف زين خلي نرجح رقم عشرة حتى يكون واضح فهذا ما صار عندي بالبرنامج صار عندي أن أسأل سؤال أحصل النتيجة مالتي بالآنسا جاء تثويت عملية الظرو في واحد حتى يعرض لياها خليتها بالسي راح أنفذ خلي نشوف هذا شي قول راح أدخل رقم ثلاثة اش صار عندي ظهر عندي فقط لثلاثة هنا شنو نقص ولي اش بس ثلاثة أنا هنا هذا هذا يحمل لهذا الرقم وهي يعني لهذا يعني للرقم عدد مرات راح أكرر بها الأكواد اللي موجودة هنا ثلاثة يضرب لي يظهر لعملية الضرو من الواحد للعشرة أنا هنا مستخدم ربيت ومنطي بس هو دائما يظهر لنتيجة ثلاثة في واحد أنا أريد أشوف ثلاثة في واحد ثلاثة في اثنين ثلاثة إلى ثلاثة في عشرة شنو المقترح هنعمل variable وهنسمي number أحسنت هو احنا راح نعمل variable اي وبعدي وهنشيل هنشيل ask هنشيل green flag هنحطهم على جنب وبعدها هنحط تحتهم broadcast ونقوله لما تقول broadcast دي نعمل من variable الجديد هنسميه مثلا النات وعجر وبعدها هنقوله change variable جيد متشكر الاسم ال variable الجديد جيد أحسن وبعدها هنقوله هنقوله يحط يا يوسف شكرا اجابتك صحيحة يوسف شو يقول هنا يقول بما انه احتاج عندي انه دائما متغير اللي هو سوري خليها هي تصير واحد ثنيا ثلاثة اربعة خمسة ستة حتى اقدر مكان ما اكرر هذي العملية هني اقدر استغني عنها بمتغير فاقول هني اسو متغير من هنانا من variables make a variable هني هنانا راح اكتب العداد تمام اوكي العداد هذا مجرد اسم انت تقدر اسمي اي اسم هذا المتغير اللي اسم العداد هني راح اجي انطي set وانطي change وهنا كلنا نعرف معنا الset شنو والchange شنو صح اجي set للعداد صفر ليش لانا دائما اريد يعد من الاول او هسا نشوف شنو الفرق بين و change للعداد بمقدار واحد يعني زيد العداد بواحد زين هذا وين انا اخلي هنا تمام شنو فائد هذا هذا العداد فائد انه يحصل لناتج الضرم هو رح يعدلي رح يعدلي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اوكي هواني هم سويت هنا نفس العملية بس بخطوة وحدة بالاعتماد شنو بالاعتماد على ال repeat هنا رح يجي repeat repeat عدد المرات عددها عشرة زين فاش داء اقول لها العداد صفر بما انه عداد قيمته صفر اذا ان تغير قيمته الواحد يعني زيد قيمته بواحد فاش صار صفر زائد واحد صار عندي واحد زين يجي 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 السي السي يجي شوف شنو بداخلها بداخلها علامة ضرب زين الضرب شنو يعني عملية الضرب شنو الارقام اللي راح تنظرو بعدنا الانسر اللي هو قيمته ثلاثة والعداد اللي هو قيمته الحالية واحد راح يقول ثلاثة في واحد راح هاي شنو اول وحدة او اول مرة بالريبيت زين هنا الريبيت عشرة خلص عنده الكود راح يرجع للبداية اللي هي النقطة الثانية او الحلقة الثانية التكرار الثاني من الريبيت وهنا راح يزيد العداد بواحد اش قد كان عندنا العداد واحد زائد واحد صار اثمين بجلسة راح يشوف انه عند الانصر ثلاثة في قيمة العداد الجديدة اللي هي شقيت اللي هي ثنين فرح يغرب ثلاثة في ثنين فينطيني الناتج ستة فاني بهذا الخطوة استغنيت عن كل ما موجود هنا كلها استغنيت عنها ما احتاج لو جينا ونفذنا هنا وين احتاج اخلي العداد يساوي صفر هذا السؤال وليش اللي عنده اجابة يرفع ايده مؤمن ليش احتاج اخلي العداد يساوي صفر وين اخلي بالكود علشان قود يبتدي العدم الواح احسن زين وين اخلي افضل افضل مكان الى بالكود احسن وين اخلي مكان افضل شي وين يكون داخل الكود قبل الريبيت قبل الريبيت احسنت احسنت قبل ربيت احسنت هاي فاهمينها هاي النقطة اللي خيش عليها مؤمن انا بداية التنفيذ مالتي ملازم اضغط على افلاي احسنت فمن اضغط مو قلنا احنا عدنا تسلسل الخطوات بالبرمجة مهم فهو يجي انا ضغطت على افلاي الخطوة الاولى العداد يساوي صفر اذا اوكي خلا سوي العداد يساوي صفر repeat repeat كم حلقة احتاج اكررها احتاج اكررها عشر مرات زين شنو اللي اكرر داخل ال repeat حد عندي change للعداد بمقدار واحد وال say زين احنا حتى العداد دائما يرجع يعد من الواحد انا احتاج اساوي اوسط ولو جينا ونفذنا احنا اده يقول ظهرت للمسج يطلب من عندي انه انا اكتب لرقم راح اكتب اثنين فراح تطلع الاثنين اربعة ستة ثمانية اربعة ستة ثمانطعش عشرين اللي هي اخر وحدة اللي هي اثنين قيمة الانسر وقيمة العداد عشر زين لهنا تمام ايوة فهين ايوة ايوة يا مستر فهين اوه هسا هنانا لهنانا هذا الكود الاساسي او هذا الكود الاساسي اللي نفذنا ما مطلوب من عدنا هسا نجي نضيف او نعدل عليه مثلا هنا انا انا استخدمت الانسر او لو مشروعي بأكثر العفو أكثر من ask فاني احتاج اخلي متغير حتى دائما شون نقول احصل على قيمة الانسر الصحيحة تمام فاجي هنا سويت متغير اسمه كتبت متغير اسمه num هذا واجيت وقيت له اقدر اقول له انه هنانا set النم صفر اول ما انافذ خلي صفر ما بي قيمة واجيت وقيت له بمقدار بت change من هذا المتغير النم انطي قيمة الانسر معناها شنو معناها هو مكان صفر شنو راح يدخل اليوزر من رقم مثلا 2 4 5 صراحة صير بالنم نفسها مباشرة ياخذها النم واجه هنا بالشسمة استخدم النم المتغير النم hi sorry لازم وين اخلي اخلي قبل الشسمة hi بس اذا جيت ونفذت النم عندي صفر خل نحذف الكون حتى يبين عدكم والآن الانصر هم من حذفه حتى تكون عندنا واضحة بس اش صار عندي النام صفر العداد صفر راح اكتب رقم 4 انتبه رقم 4 انتر شوف النام صار رقم 4 معناها شنو معناها هو اخذ قيمة الانصر والعداد بدا يعد تمام العداد بدا يعد ها هنا لا سوري هنا 12 طول واثنين واثنين رقم 6 شوف هنا النام صار بي رقم 6 والعداد بدا يعد من الواحد لل عشرة اهنا خلص خلص المشروع مالتي زي اشلون احنا ظهرنا او خلينا هذه العملية تظهر انه دائما يظهر لي مثلا اربعة في خمسة يساوي كذا اربعة في سبعة يساوي كذا عدنا هذا الجوين هذا الجوين فائدتها انه تربط لي اما متغير بكلمة اما كلمة بكلمة اما متغير بمتغير هي من اسمها ربط فاني حتى اخلي هاي النتيجة تظهر احتاج اخليها بالسي اخلي الجوين بالسي على مو تظهر لي على الشاشة زي انا ش عندي عندي متغيرات وعندي اشياء ثابتة فمثلا انه انا لازم اش عندي المتغير الاول اللي هو النوم قيمة الانسر اللي دخلها اليوزر هذا شبي مضروب اذا اكتف في يا اما هاي النجمة اما هذا ال اكس اللي هو باللغة الانجليزية اكس اكس في شنو زي بما انه الجوين هي تحتاج انه هي فقط فراغين فاني احتاج استخدم الجوين ثانية فهناش راح استخدم راح خلي اكس اكس شنو اكس بقيمة العداد بس احتاج بعد اكمل احتاج بعد جوين اخلي جوين هنا اش صار عندي يعني النوم اللي هو ستة في في العداد تمام اللي هو مثلا من واحد الى عشرة اجيت هنا اريد اكتب يساوي بس لازم احتاج النتيجة اذا احتاج بعد الى جوين تمام اخلي بيها يساوي يساوي شنو يساوي النتيجة اللي هي شنو اللي هي اصلا عملية الضرب فعملية الضرب بين يا متغير ويا متغير بين النام وبين العداد وكان الله يحب المحسنين اخليها كلها بالجوين باقي دقيقة وينتهي الساشن اللي هنا أنا خلصت المشروع اشتركوا في القناة